بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل المرتبطة بالطب الحديث ما يسمى باللولب ويستعمل لمنع الحمل يجوز أم لا الجواب لا بد من تشخيص ما يفعله هذا اللولب هل هو مانع لانعقاد النطفة أم هو متلف للنطفة المنعقدة النطفة تدخل وتلتقي بالبويضة مثل ما يقولون زين انعقدت هذا اللولب شغلة أن ما يخلي هالارتباط يصير يمنع ولعل بعض التحاميل تستعمل لنفس الغرض تمنع انعقاد النطفة أو هذه الأقراص التي تستعمل لمنع الانعقاد هذا جائز واحد يسوي شغلة التي النطفة لا تنعقد أما إذا فرض أنه النطفة تنعقد أو بعدين هذا اللولب يخربها ما يجوز المفروض يعني هناك نطفة منعقدة بداية إنسان زين شنو هذا مني يعرفه المفروض أهل الخبرة الأطباء يعرفون هالحتي أنا من طرفين سمعت واثنينهم الظاهر أطباء أهل الخبرة واحد قال هالشكل واحد قال هالشكل اثنينهم هم تصلوا فيني واحد منهم قال إيه هذا اللولب يمنع انعقاد النطفة الثاني قال لا النطفة هذا يحطوه هو يقول يحطون اللولب بجدار الرحم والنطفة تنعقد قبل ما توصل للجدار ما أدري قال عقب 48 ساعة هالشكل عقب ما تنعقد تروح إلى جدار الرحم وتلتصق به حتى تبدأ التغذية فالنعقاد يصير أولا وعقب 48 ساعة يمكن قال تروح للجدار قاعد لها هذا اللولب ينتظرها يتربص بهالدوائر بس توصل يخربها هذا هالشكل يقول هذا هالشكل يقول إحنا يكون نسأل أنتو كل واحد يقول أنا ما أدري هذا الآن شنو هو يروح يسأل نفرين ثلاثة أربعة يشوف شي شخصون فعلى أحد الفرضين هذا مو حرام بحد ذاته على الفرض الثاني حرام هذا على كل التقديرين على فرض الحرمة وعلى فرض عدمها المقدمة اللي توصل لها النتيجة لتركيب اللولب المقدمة عادة محرمة ليش؟ لأن هذه المرة اللي يريدون يركبوا لها اللولب أكو واحد يكون يركب الهياء يضعه في الرحم إذا رجل غير زوجه هو واضح حرام شون تتكشف أمامه إذا مرة هم يجوز منه قال مرة يجوز تتكشف أمام مرة العورة محرمة كشفها أمام المماثل وغير المماثل إذا واحد أشكل قال زين المرة وقتل ولادة تفطر أنه أكو مرة تولدها إيه هذا استثناء ثبت بالدليل وعليه السيرة على مدى السنين والأعوام أما الشيء اللي ما ثبت فيه ما في دليل على الاستثناء ممكن الآن مرة مريضة يريدون يفحصون كذا تفحصها امرأة تخاف أكو بيها ورام أكو شيء خطر يعني إيه يجوز أما لو فرض أحيانا تقول تريد تروح تفحص تشوف هي حاملة ومو حاملة مثلا أكو شغلة يسموها سونار اللي من بره زين هذا السونار حال المشكلة بس لو فرض لا أكو طبيبة تريد تكشف حتى تشوف هذي حامل لو مو حامل يجوز لا ما يجوز تقول أريد أشوف أريد أعرف ليه تعرفين منه جاب رجل تعرفين أنت حامل لو مو حامل الصبري شهرين ثلاثة يبين مايريد لها روحوا تعال بعد شم يوم مو شهرين ثلاثة تبين الأمور يعني هذي مو شغلة ضرورية فهذه كثيرة من النسوة يذهبن الآن هي على أساس متدينة تقول هي متروح لرجول طبعا اللي تروح لرجول هاي بقى مناسبة تروح لرجول تروح المرأة إلى مرأة اللي تكشف عليها لضرورة جيد ما في ضرورة ما يجوز وهذا اللولب مو شيء ضروري ليحطوا اللولب منه جابر هتحط فعليه هذه المقدمة اللي هي التكشف مقدمة محرمة حتى لو هو نفس اللولب فرضنا ما يخرب النطفة يمنع الانعقاد بس المقدمة مقدمة محرمة إذا فرض أن اللولة إذا حملت هناك أضرار تكون أضرار معتد بها أضرار أكثر من المتعارف مريضة عندها مشاكل وما في شغلة ثانية تسد ما سد هذا اللولب وتقدر تبلع أقراص تقول المتا أبلع أقراص بلعي خليه عشر سنين تستعملين هذه الأقراص مثلا اللولب إذا فعلا يخرب النطفة المنعقدة ما يجوز إلا إذا فرض انسدت الطرق كلها ما عندها إلا هالحل هذه مسألة أخرى طبعا هذه ممكن أحيانا نادرة أنه هذه زوجها طبيب هو زوجها يركب لها اللولب خش حلت فرضنا هي طبيبة تعرف تقدر تأخذها بطريقة ما تركبه هما يخالف المهم أنه ما تتكشف أمام رجل أجنبي ما يجوز أمام مرأة ما يجوز يعني هذه يكون واحد يعرفها أنه المرأة والرجل لا الرجل يجوز لا يتكشف يكشف عورته أمام رجل ولا مرأة يجوز تتكشف أمام مرأة هذه محرمة إلا للضرورة إذا صارت ضرورة الضرورات تبيح المحظورات إذن سواء كان هاللولب يخرب النطفة المنعقدة اللي قلنا ما يجوز أصلا حتى له هي تركبة أو يمنع الانعقاد اللي هو جائز لكن مقدمته محرمة وزين سوت الآن أقدمت على هالمقدمة المحرمة والنتيجة تقول سويت نقول هخوش سويت هذا الحرام ارتكب الآن سألي شوفي هذا اللولب يمنع انعقاد النطفة حطيتي الآن وانتهي الأمر أما إذا ثبت أن هذا يخرب النطفة المنعقدة لازم الطيحي هذا اللولب لا بد من إسقاطه ولا يجوز إبقاؤه على ذكر المقدمة اللي قلنا المقدمة محرمة كلمتين عن المقدمات هناك بحث في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة أم لا مقدمة الحرام محرمة أم لا الجواب لا مقدمة الواجب واجبة شرعة ولا مقدمة الحرام محرمة شرعة شلون يعني الآن واحد استطاع للحاج نقول له وجب عليك الحاج يقول زين شون حاج أنا قاعد في الكويت لازم أروح المسجد نقول له إيه روح اركب طيارة طلع ويزة كذا ما أدري هل جواز روح المسجد الشجرة يقول يعني واجب علي أروح أسوي الجواز وكذا وجوب شرعي ما أكو أكو وجوب عقلي العقل شي يقول يقول أنت مكلف بالحاج بس ترى إذا ما سويت هالأمور ما رح تقدر تحج ففعل هذه الأمور حتى يمكنك أداء الواجب زين إذا واحد قالوا بعدين النتيجة النتيجة لو فرضنا الآن واحد ما رح لا طلع جواز ولا أخذ تأشيرة ولا ركب طيارة وظل قاعد وما حج كم حرق كم شي كم واجب ترك ترك واجب واحد وهو الحج ما نقول له لا أنت تركت عشرين واجب كان واجب تروح للسفارة تطلع جواز تروح تطلع تأشيرة تركب طائرة كذا عشرين واجب تركت لا هو ترك واجب واحد وهو الحج هذه المقدمات ما لها وجوب شرعي نعم لها وجوب عقلي وجوب عقلي بأي معنى بمعنى أن العقل يدرك أنك لو لم تأتي بهذه المقدمات لن تتمكن من الإتيان بالمكلف به ففعل هذه الأمور حتى تتمكن العقل يدرك ذلك مو أنه وجوب شرعي الرواية اللي على فرض أقول رواية دلت على أنه من ترك الحج متعمداً وجب عليه أن يحج ولو متسكعاً أن يحج أن يحج ولو متسكعاً يكون يحج يكون يوصر روحه الآن مشي شلون ما كان سعياً على الرأس لا مشياً على القدم شلون ما يصير يوصر روحه يكون هذا بالنسبة للمقدمة الواجب مقدمة الحرام حرام المقدمة لا مو حرام الحرام هو حرام نفسه الآن لو فرضنا واحد طلع من بيته نقول لي أنت وين رايح يقول رايح للمطعم شا تريد تأكل يريد تأكل قب قب جن قب قب القب قب حرام ترى مو مكروه ميت مرة نصيح حرام يقولون ها مكروه حرام هناك يبيعون أرانب لحم أرانب حرام ما يجوز يتأكلها الآن هناك بعض الناس ما يرضون كيف هم لا يرضون نحن قاعد نحجي أحكام شرعية حلال وحرام هذا هو لحوم غير مذكات جاي بيها من هنا وهناك من بلاد كفر يقول والله هذه طيبة اللحوم واذا طيبة فرايح للمطعم حتى يأكل هذا الشيء الحرام اخطبوط يحطون يقولون بعض الكذا بعض الأطعمة اخطبوطات صغار الاخطبوط حرام أكله مرحلين قبل ليلتين ثلاثة حيوانات الماء كلها محرمة إلا السمك ذو الفلس والربيان لا غير زين الآن طلع من البيت ركبوا السيارة رايح يأكل اخطبوط يأكل أرنب يأكل قبقب مشى بالسيارة وبالطريقة معبى بنزين ووصل هناك وسأله عندكم لو ما عندكم وجابه الماعون وحط الملعقة بالأكل حطها هنا بالفم إلى هنا بعده ما مسوي الحرام إلى الآن بعده ما مسوي من ازدرج طبت هذه الخط الأحمر عبر الحدود عبرة الحدود موجودة اليوم دول العالم كلها أكو خط معين إذا متر عبر رجلة يكسروها يقولوا له هذا حدك ما تعبر هذا إلى هاللحظة لو ماسك الملعقة ويسألكم يقول أنا إلى الآن سويت حرام نقول له لا خنشوف ش راح تسوي حطها بفمة سويت نقول له لا بس إذا أبلعته تعرف تكليفك شوف ش يسوون بيك هذا الحرام الأكل الازدراد زين ازدراد الآن أو خمر شريبة خمرا مثلا ارتكب الحرام يقول أنا شم حرام سويت نقول له حرام واحد شربت خمر أكلت أرنب أكلت قبقوب مثلا زين وهذا المشي الروحة والجلسة هناك على الطاولة وأخذ الشيء وحطها بفمة هذه مقدمات هذه محرمة لا ممحرمة هذه ليست محرمة التجري اللي يبحث عنه في الفقه هو المورد اللي يتصور أنه حرام ففعله ثم تبين خلافه هذا التجري إلى الآن ما مسوي شيء نعوذ بالله واحد يريد يقتله مؤمن وراح وحضر السلاح وقعد أسبوعين يخطط أو أخذ التفقه وحط بيها كذا الرصاص وفتر يمين شمال دوره كذا لا وأطلق النار ما أصابته ما أصابته راح ورجع للبيت يضرب كفا بكف يقول ما أصبته الارتكب محرم لا إلى الآن ما ارتكب زين بل الله أصابه وقتله للمؤمن لو يسألكم يقول أنا كم حرام سويت نقول له حرام واحد قتلته مؤمنة طبعا هذا حرام واحد ومن يقتل مؤمنة متعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها مو يعني حرام واحد وأشكل نتساهل فيه مو أنه سهل لا هذا حرام عظيم لكن هالمقدمات اللي سواها هذه محرمة له مرتكب مقدمة محرمة إذا الآن طالع يريد يروح يسوي هذا الحرام مرة هذا المكان قريب عادي إذا يصلي هذا اللي يسوي هالشغلة ويصلي أكو بعض الناس فعلا يصلون بالطريق خاف تفوت الصلاة يوقف يصلي حتى يروح بعدين يكمل شغلة الحرام يسويها فإذا مو سفر صلاة عادية إذا سفر مسافة شرعية هذا يصير سفر معصية السفر الذي يراد به الوصول إلى الحرام هذا سفر معصية وتبقى صلاته فيه تامة لا وبعد يصومهم إذا بشهر رمضان يصوم ويصلي أكو ناس يصومون ويصلون ويأكلون أموال الآخرين ويضربون هذا وذاك ويستغيبون ويرحون للحاج وللعمرة وهالكثر خالط من يحطوه لقائمة خمسمائة واجب وخمسمائة مستحب يسوي وخمست آلاف حرامهم يسويها جامع خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا والأغلبية الساحقة هم هالشكل بالمناسبة الأغلبية الساحقة هكذا قليل اللي كل ما يسوي جائز وكل ما أو كل ما يسوي حرام هذا نادر غالبا هذا الخلط أموما فلا مقدمة الواجب واجبة ولا مقدمة الحرام حرام إحنا بهذه مسألتنا الليلة اللي قلناها قضية اللولاب المقدمة محرمة حتى لو فرضنا لو فرضنا أن النتيجة ليست محرمة هذه المقدمة محرمة إلا أن يروا لها حلا مثلا وصلى الله على محمد الله اشتركوا في القناة